مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلابي العزاء يسر قسم الرياضيات في مدرسة الأندلس الإبتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم درسا جديدا بعنوان ترتيب العمليات أهداف درسنا لهذا اليوم يتوقعوا من الطارق في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يتعرف على العمليات الحسابية بشكل واضح ثانيا أن يستعمل ترتيب الأعداد لإيجاد قيمة مقادير عددية بشكل صحيح فبسم الله نبدأ بداية أن حبت الطلاب راجع ما تعرفه اختر المصطلح المناسب من الصندوق واكتبه في الفراغ المناسب المصطلحات ناتج طرح ناتج قسمة وناتج ضرب وناتج جمع أولا الإجابة عن مسألة قسمة تسمى ناتج قسمة بارك الله بكم ثانيا إن فراغ العددين خمسة وسبعة يساوي اثنى عشر لحظة حبت الطلاب ما العلاقة بين الخمسة والسبعة لتصبح اثنى عشر احسنتم إذن ناتج جمعهم يساوي اثنى عشر ثالثا لإيجاد فراغ أربعة من ستة عشر الطرح إذن احسنتم ناتج طرح سؤال حلو شارك صفحة مئتان وتسعة وثمانين أوجد طالبان قيمة المقدار هذه عملية حسابية أحب الطلاب وحصل على إجابتين مختلفتين لم يخطئ أي من الطالبين في العمليات الحسابية فكيف حصل على نتيجتين مختلفتين حل هذه المسألة بأي طريقة تختارها بداية سنجيب عن الأسئلة التالية أي خطوة يجب اتباعها أولا في ترتيب العمليات إذن إجراء العمليات على الأقواس نجريها أولا احفظها أحبة الطلاب السؤال الثاني هل تتضمن هذه المسألة أقواسا لا لا إذن لا تتضمن أقواسا السؤال الثالث أي عملية ستجريها أولا سوف نجري لاحظ هنا جمع تقسيم ثم جمع أيهم أولا القسم أحبة الطلاب سوف نتناول ترتيب العمليات إن شاء الله بعد قليل إذن بداية الحل سوف نكون من خلال استعمال ترتيب العمليات لإيجاد قيم المقادير التي تتضمن أكثر من عملية واحدة ترتيب العمليات الحسابية تكون على النحو التالي حبا الطلاب بداية نبدأ بالأقواس ثانيا الضرب والقسمة من اليسار إلى اليمين ثم الجمع وطرح أيضا من اليسار إلى اليمين أحفظوها جيدا أحبة الطلاب حل هذا السؤال بطريقتين مختلفتين الحل الأول سوف يكون من خلال إجراء عملية التقسيم بين إثنى عشر تقسيم ثلاثة ليصبح الناتج كما أحبة الطلاب أربع لكن الخمسة عشر تنزل كما هي والخمسة هنا تنزل كما هي لاحظوا الخمسة عشر هنا وهنا الخمسة وناتج قسمة إثنى عشر تقسيم ثلاثة أربع الآن هنا سوف نقوم بعملية الجمع من اليسار إلى اليمين خمسة عشر زائد أربع يساوي أحسنتم تسعة عشر زائد خمسة الناتج يعطي أربعة وعشرون لحظوا الحل للآخر أحبة الطلاب إذن هذه نفس العملية الحسابية ولكن طالب قام هنا بعملية الجمع بين الخمسة عشر والإثنى عشر وقام أيضا هنا بالجمع بين الثلاثة والسبعة أعطت الناتج كالتالي هنا الناتج سبعة وعشرين وثلاثة زائد خمسة يعطي الناتج ثمانية الآن باستعمال القسمة المطولة سبعة وعشرين كم ثمانية تحتوي هنا سوف يعطي الناتج ثلاثة والباقي كم أحبة الطلاب الباقي ثلاثة ولكن لحظوا بأن هذه الطريقة طريقة خاطئة لماذا أحب الطلاب؟ لأنه لم يعتمد ترتيب العمليات الحسابية لم يبدأ بالقسمة هنا المسألة هنا لا تحتوي على الأقواس إذن لابد أننا نبدأ بالضرب والقسمة إذن هذا الحل الصحيح أحبتي الطلاب السؤال الأساسي أحب الطلاب صفحة 290 كيف يمكنك إيجاد قيمة مقدار عددي يتضمن أكثر من عملية حسابية مثال أوجد طالبان قيمة المقدار العددي نفسه لكنهما حصل على إجابتين مختلفتين لتجنب الحصول على أكثر من إجابة استعمل ترتيب العمليات لحظونا أحب الطلاب طريقة أحمد في إيجاد الناتج هنا بماذا بدأ أحب الطلاب لحظو أنه بدأ بعملية الجمع لحظو هنا 45 وهي ناتج جمع 36 زائد 9 طيب أحب الطلاب انظروا إلى العملية الحسابية تحتوي على الجمع والتقسيم والضرب أولويات العمليات الحسابية تكلمنا فيها قبل قليل نبدأ بالأقواس ثم الضرب والقسمة ولكن هو بدأ بالجمع لذلك هذه سوف تكون خاطئة إذن هذه ترتيبة لعملية الحسابية يحفظوها جيدا أحب الطلاب لحظوا الخطوة التي استعملها أو الطريقة التي استعملها فهد هنا 36 نزلت كما هي لم يبدأ بها هنا بدأ 9 تقسيم ثلاثة الناتج ثلاثة وهذا هو الصحيح لأن نبدأ بالأقواس لا يوجد أقواس هنا إذن الضرب والقسمة هذه الضرب والقسمة نبدأ من اليسار اليمين إذن هذه الناتج نزلنا ثم عملية الضرب ثلاثة ضرب خمسة خمسة عشر نزلت 36 أيضا كما هي آخر شيء قام بعملية الجمع وهذه الإجابة صحيحة إذن استعمل فهد الترتيب الصحيح الآن حب الطلاب يمكنك إيجاد قيمة المقدار هذا حب الطلاب 12 تقسيم 4 زائد داخل القوس 9 ناقص 2 ضرب داخل القوس أيضا 3 زائد 5 باستعمال ترتيب العمليات أحبة الطلاب الآن نبدأ بالأقواس أحبة الطلاب وذلك من يسار إلى اليمين لحظة أحبة الطلاب إذن هذه سوف نبدأ من هنا 12 تقسيم 4 تنزل كما هي الآن إجابة 9 ناقص 2 الناتج 7 أحسنتم و3 زائد 5 الناتج 8 لاحظوا النتيجة عندنا أحسنتم بارك الله فيكم أحبة طلاب ركزوا معي الآن خلصنا من الأقواس الآن سوف نقوم بعملية الضرب والقسمة أين الضرب والقسمة أحبة الطلاب هذه الضرب والقسمة ولكن نبدأ من اليسار إلى اليمين 12 12 تقسيم 4 كم يعطي الناتج أحبة الطلاب أحسنتم 3 الزائد تنزل و7 ضرب 8 احفظوا جدوى الضرب جيدا أحبة الطلاب الناتج 6 و50 الآن أصبحت مبسطة المسألة إلى عملية جمع نقوم بالجمع الناتج ساوي 59 طبق فهمك أحبة الطلاب سصحة 291 في التمرين من 3 إلى 7 اذكر اسم العملية الحسابية التي يجب أن تجريها أولا في السؤال 3 أحبة الطلاب يوجد عمليتان حسبيتان الجمع والتقسيم إذن في ماذا نبدأ أولا أحسنتم نبدأ في القسم أحبة الطلاب نذكر في عملية الحسابية الأقواس ثم الضرب والقسمة ثم آخر شيء الجمع والطرح آخر شيء تذكر إذا تساوت جمع وطرح نبدأ من اليسار إلى اليمين في مثال رقم أربع أحبة الطلاب هنا ضرب ثم جمع ثم قسمة نبدأ القسمة والضرب أو الضرب والقسمة ولكن موجود على اليسار أو لا إذن نبدأ بعملية الضرب أحبة الطلاب قم بإيقاف فيديو حل تمارين من خمسة وستة وسبعة ثم عود لمقارنة النتيجة عدنا أحبة الطلاب لابد أنكم توصلتم إلى النتيجة التالية في سؤال رقم خمسة نبدأ بالأقواس ومداخل الأقواس وهي عملية الجمع في سؤال رقم ستة يوجد أقواس قوسان نبدأ من اليسار وعملية الحسابية الموجودة بداخلها وهي عملية الطرح في سؤال رقم سبعة وجود عمليتين وهي القسمة والضرب نبدأ من اليسار وهي القسمة أحبة الطلاب تذكروا هذه جيدة تدرب مستقل أحبة الطلاب صفحة 291 في هذه التمرين استعمل ترتيب العمليات لإيجاد قيمة المقدار في مثال رقم ثمان أحبة الطلاب هنا تذكروا لا يوجد أقواس إذا نبدأ بالضرب والقسمة ومن اليسار إلى اليمين سوف نجد أننا نبدأ من الضرب سبعة ضرب ستة الناتج يساوي أحبة طلاب 42 الباقي الأرقام تنزل كما هي الآن فيوجد عندنا الجمع والتقسيم سوف نأخذ عملية تقسيم أقوى 42 تقسيم ثلاثة الناتج يساوي كما أحبة الطلاب ممكن تستعمل القسم وطيئة التكرار إذن الناتج ساوي 14 بعد الجمع ثلاثة زائد 4 الناتج يسبح 17 سؤال رقم 9 أحبة الطلاب يوجد هنا أقواس إذن نبدأ بها 2 ضرب 14 كما أحبة الطلاب يساوي 28 وباقي الأرقام تنزل كما هي لاحظ الآن وجود عمليتان وهي الضرب والجمع نبدأ بالضرب 2 ضرب 9 الناتج 18 تنزل 28 قم بعملية الجمع 8 زائد 8 16 باليد 1 و1 زائد 2 زائد 1 يعطي 4 إذن 46 في مثال رقم 10 هنا موجود عندنا العملية حسابية التقسيم والضرب نبدأ فيهم ولكن نبدأ من اليسار 64 تقسيم 8 الناتج ساوي 8 راجعوا جداول الضرب أحبة الطلاب الله يرضى عنكم الآن 8 ضرب نصف كم يطلع نحبة الطلاب نضرب 8 ضرب الواحد 8 نقسم على 2 الناتج ساوي 4 تدرب مستقل أحبة الطلاب في التمرين التالية أدخل أقواس لتجعل قيمة المقادير التالية صحيحة في المثال رقم 20 أحبة الطلاب هذه الأنواع من الأسئلة تعتمد على التجريب هنا سوف ندخل الأقواس من اليسار إلى اليمين عندنا الحال الأولى سوف نضع الأقواس حول 30 ناقص 4 عندها سوف يكون الناتج 26 عند ضربها في 2 سيكون عندنا الناتج كبير لا يساوي الاثنان إذن من هنا مباشرة نقول أن الأقواس في هذه الحالة خاطئة نحاول من جديد الآن ثم نضع الأقواس حول 4 ضرب 2 ثم نجد الناتج أحبة الطلاب سيكون هنا الثلاثين تنزل مكانها وناتج 4 ضرب 2 ثمانية زائد كم حبة الطلاب زائد خمسة الآن عمليتي الطرح والجمع نبدأ من اليسار 30 ناقص ثمانية سوف يصبح 22 ثم نضيف الخمسة إذن سيكون العدد بعيد عن الاثنان إذن من هنا نقول مباشرة أن الأقواس هنا مكانها خاطئ الحالي الأخيرة سوف نضع الأقواس حول الاثنان والخمسة ومن هنا سوف يكون الناتج الثلاثين تنزل كما هي الأربعة تنزل كما هي مع إشارة الضرب ناتج الأقواس اثنان زائد خمسة الناتج يساوي سبعة يلا حبة الطلاب نبدأ بالضرب حسب أولويات العمليات الحسابية أربعة ضرب سبعة ثمانية وعشرين ثلاثون ناقص ثمانية وعشرين الناتج كما حبة الطلاب اثنان بالمناسبة هنا أحبة الطلاب لنهتم إلى الناتج فقط إذا علمت أن الناتج صحيح يكفينا الإجابة بالأقواس لأن السؤال أدخل الأقواس فقط يلا حبة الطلاب قم بإيقاف الفيديو ثم حل المثال واحد وعشرين واثنان وعشرين ثم عد لمقارنة النتيجة أحبة الطلاب في سؤال رقم واحد وعشرين إذا وضعت الأقواس في البداية سوف يكون الناتج سبعة عشر ناقص ثمانية كما حبة الطلاب يساوي تسعة ناقص خمسة الناتج أربعة إذن الأقواس مكان خاطئ المحاولة الثانية سوف تكون الأقواس حول الثمانية والخمسة هنا سبعة عشر ناقص كما حبة الطلاب ناقص ثلاثة أحسنتم يعطي الناتج أربعة عشر إذن هنا مكان الأقواس صحيح بعد التجربة في مثال رقم اثنان وعشرين ستلاحظ أن مكان الأقواس حول العشرة تقسيم اثنان ليعطي الناتج بعد إجراء مليات الحسابية يعطي الناتج ثلاثة سلنا للواجب المنزل حبة الطلاب حل تدريبات واحد وأربعة وثلاث عشر من كتاب صفحة رقم مئتان وثلاثة وتسعون بالإضافة إلى حل الواجب الإلكتروني على موقع المدرسة دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته